المشاعر السلبية خلص عدم المقدرة عن أننا نكمل يعني بما أحيانا كده بغضينا القرار أننا أنا مش قادرة أصحى من النوم ومش قادرة أنزل ومش قادرة أكمل ومش قادرة أعمل أي حاجة دي بتبقى مشاعر كلها سلبية إزاي نتخلص بسرعة من المشاعر دي ده اللي هنعرفه النهاردة هنتكلم عنه بالتفصيل مع ضرفتنا لمنورانا اللي وحشاتنا جدا جدا دكتور راشا الجندي أستاذ علم النفس والخبيرة النفسية صباح الورد عليك يا دكتور صباح الورد وحشتينا وحشتينا وقبل ما ندخل في المشاعر السلبية كتير اللي حوالينا عايزة الأول أسألك عن سفرات ماليزيا والتكريم ورجعنا ده مشاعر أهو إيجابية بقى ما فيه سلبيات للحمد لله فالس وديني معاكي مورد دا يا راشا تعرف دي شهادة التكريم بتاع البحث ودي الماليريا وكان حصل موقف كمان لذيذ قوي يعني مرتبط باللي إحنا فيه دلوقتي رحنا ماليزيا إحنا كنا باحثين من دول مختلفة نقدم الأبحاث بتاعتنا في العلوم النفسية وبعدين جموا في الآخر خالص بعد التقييم الأبحاث معرضناها وكده قسموا الماليريات اللي هي الزاوة دهبية فضية برونزية فبينادوا البرونزية هي أقل وبعدين الفضية وبعدين الدهبية أعلى حاجة فبينادوا الأسامي وأنا الحمد لله يعني كنت عرضت عرض جابت تفاعل حلو قوي من الناس وتقيم حلوي يعني فنادوا الأسامي البرونزية وانا الحمد لله ما تناداش اسمانا احنا مش في البرونزية بعدين جي الأسامي تعد الفضية نادوا الأسامي الحمد لله جي على آخر اسمي في الفضية ونادوا اسمي فأنا طلعت دي يعني موقف من المواقف المرتبطة بموضوع حلقة النهار فأنا طلعت يعني وأنا حاسة بالزعلانة آه يعني محبطة شوية آه اللي هو إزاي ما أخذش بها أقل شوية اتعرف معنا مواصلين بنحب دايما أنه بقى نتمنى واحد نحن الواصلين عندنا دايما عرضا غريب يعني دايما متطلعين للأحسن بزيحة كويس وبعدين مع ردود الأفعال لأ ومع تقييم الفرق ما بين البحث ده والأبحاث التانية اللي قدموها الناس لا أنا حاسة أنا استاهل الدهبية يعني فبعدين طلعت بكل بساطة وتكرمت وبتسمت وعادي ومفيش مشكلة وخلصوا نادوا عالدهبية وبعدين الدكتور بتاع اللجنة يقولي مبروك الدهبية طبعا تستاهلي الدهبية للمرة واحد وأنا قلت لازم اسمك تقولوا أنا مش الدهبية على فكرة أنا مش أنا أنا فضية أنا فضية قال لي مستحيل أنت الدهبية واسمك في الدهبية وأنا حطوا أول اسم وتخالي نادى من جديد الحكام وغيروا من الفضية للدهبية يعني أنا كنت قلت أكيد استقبالي للموقف استقبالي أن أنا أخذ الأمور بأبسط ببساطة وبردة خلا الأمور تمشي أحسن يعني ممكن ده كان يربكني ممكن ده كان يحبيني أطلعنا نقشره بس خليني أقول أن ده دكتور راشا يعني حد هو أصلاً يعرفنا زي نعمل ده بس الطبيعي بتاعنا والطبيعي بتاع الشعب كله أن دايماً المشاعر سلبية هي اللي بتسيطر عليها أول حاجة يعني أي موقف الدنيا يعني بتعرض لي أول حاجة بتجيلي الأزمة أو الإحساس بالإحباط أو الفشل وهكذا إذن أخلص من ده بسي هي أنا في التقرير مبسطة قوي من ردود الناس لما قلت له لما بيقول لهم إذن بيتخلصوا مش الشعر السلبية فكل واحد قال حاجة غير التقني دايماً أقول البني آدم أنت الحاجة اللي أنت بتحبها بتبسطك أكيد غير الحاجة اللي بتبسط غيرك صح ولا لا هو البني آدم لما بيكون عنده مشاعر سلبية هو في لحظة ضعف فمن السهل جداً أن الشعور يسيطر عليك أنت إمتى بتجي لك مشاعر سلبية لقدر الله فقدتي حاجة بتحبيها حصلت موقف يعني على مشكلة مثلاً عكس ما أنت عايزة حاجة أنت غير على ضد رغبتك حصلت فجابت لك إحساس سلبي حتى الغيرة والكد والأسوة والحاجات دي نما متعرض دي دي كلها مشاعر سلبية مشاعر سلبية هو هنا البني آدم بيبقى في إيه بيبقى في لحظة ضعف فالبني آدم في لحظة الضعف سهل جداً أن تخيطر عليها الحاجات دي أيوة سهل جداً بيفرق بقى من بني آدم للتاني أنت تربيت إزاي في حياتك اتدربت إزاي تتعامل مع الحاجات دي ولا لأ اتدربت أن أنت عايش في الدنيا مش في الجنة اتدربت أن أنت بتتعامل مع بشر مش مع ملايكة اتدربت على الحاجات دي ولا لأ فدرجة القوة بتاعتك النفسية بتفرق من بني آدم للتاني علشان كده لما يجيني حد مثلاً يقول أنا عايز خلص المشاعر السلبية أعمل إيه ممكن يقوله حاجات عامة أعمل إيه فعلاً لو أنا عايز حاجات عامة بس بتفرق من بني آدم للتاني يعني أنا ممكن أقولك دراسة قالت أن البني آدم لما يقعد يمارس التأمل لمدة عشرين دقيقة هيتخلص من المشاعر السلبية هل كل بني آدم هل كل بني آدم يقدر يعمل كده لا مش لا كل بني آدم يقدر يعمل كده بس مش كل بني آدم هتدي له نفس الدرجة بزبت ممكن بني آدم بيمارس التأمل فيجيب معا النتيجة الحلوة دي عشان هو بيحب ده ممكن حد تاني أقوله روح آه دور على حد بتحبه وخليك معاه حتى لو مش بتعمل حاجة مجرد شعورك أن أنت جمه ده هيبسط رشا سريعا يعني مقارنة بين السيدات والرجال الستة بطبيعتها كائن عاطفي أكتر عاطفي فتحسي أن معظم الناس أو معظم بقى البشر اللي عندهم مشاعر سلبية هم الستات الرجال هم بيحصلها مش كده عشان الله يجب أنا ما بحصلتش خالص ما بعملش أي مشاكل يعني الستة دايما نحن دايما متضايقين كده انتوا ما شاء الله عطل فيه بتسامة ويبنفاضين للحياة للدنيا عشان الرجال أكتر وقعية من الستة واني انت لو بصتي للواقع بجد هتعرفي ان انت لازم تتخلصي من مشاعرك السلبية أول بأول عشان الهروب من المشاعر السلبية والهروب من المشاكل مضرر صحتك النفسية وبيزودها جواك مواجهتها أصلا روشتة أو كابسولة للتخلص من مشاعر السلبية للأسف لأن فاكرتنا معاكت تنفيس مرد بأي موقف وحش حسيت بأي مشاعر سواء من وجهة نظرك إيجابية أو سلبية عين كان عبر عنها اتكلم طلع لجواك ما تهربش منها وما تتكسفش من مشاعرك ما تتكسفش من مشاعرك عشان أغلب الناس تتكسف منها تبين مشاعر الحلوى لجواها طبعا حلوة أو وحشة يعني حتى لو فيه دموع نزل صحيح؟ بالزبط لأن إحنا قلنا ده كتير الدموع بتخرج الطاقة السلبية من جوانا اتكلمت عن مشاعرك وعبرت عنها هتكون عارف أن أنت في الدنيا مش في الجنة سهل جدا أن أنت تتخلص منها صحيح هتعمل إيه؟ هتقعد تشوف تتخيل نفسك لو فضلت بأحسيسك السلبية دي مستقبلك هيبقى عاملة إزاي وبعدين تقعد تتخيل لو أنت غيرت ده ونفسك توصل لإيه؟ وعشت في الموت ده أن ده فعلا بيتحقق لك صحيح؟ وتخيلت أنت هتبقى عاملة إزاي؟ وقارن ما بين اللي اتنين تمام قارن ما بينهم هتلاقي نفسك أنه طبيعيا أنت بتلجأ أنت إيه المشكلة؟ أنا بغير عادي أعترب ده أنا كنت آسي على أولادي في فترة من الفترات إيه المشكلة؟ وهنا بني آدم ولازم أمر بده أنا كنت خنت خنت مثلا أسير أهم حاجة المضوح وهي أن أنا بقى صريح مع نفسي وأخرج مشاعري أي إن كانت هي صح كده؟ يعني يا جماعة أنتوا فهمتوا وعرفتوا أن أنتوا كل ما هتتخيلوا حاجة كل ما هتحققوها فبليز نبعد عن المشاعر السلبية والمشاكل اللي بنحط نفسنا فيها أو الموت فعلا زي ما دكتورة رشا قالت اللي بنحط نفسنا فيه نشكرك شكرا جزيلا دكتورة رشا الجندي أستاذ علم النفس والخبيرة النفسية إن شاء الله نستناكي الأسبوع جاي بيبقى فيه وقت أطول صباح الوردة عليكم على كل المشاهدين صباح الوردة عليكم مشاهدين بنشكركم على حسن المتابعة واستنونا بكرة في نفس المعايد من 9 إلى 11 وإن شاء الله نشوفكم على خير إلى اللقاء